اشتركوا في القناة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه ايها الاخوة الكرام انا سويت فيديو من فترة قريبة جدا في قضية ان الميت بيرتدي ثوب اسود ووقفت في الفيديو ده على شكل الميت وقلت ان في بعض الرؤى سيئة وذكرتها انا بقول كده ليه لان العنوان النهاردة برضو له علاقة بالميت والثياب السوداء رؤية واحلام في خير ارتداء الميت لللون الاسود النهاردة هتكلم عن المعاني الجيدة وخلي بالكم قضية ان انا اذكر معنى جيد ان ممكن تكون فيه مصيبة او كارسة او مشاكل وعقبات وهتزول ده في حد ذاته معنى جيد يعني مثلا حينما ارى الميت يرتدي ثوب اسود وهذا الميت مجهول وكان في الوقت ده الرائب يمر بازمات متلاحقة واضرار وعيش فيها هذه الرؤية تدل على زوال زوال هذه الاشياء باذن الله تبارك وتعالى ولكن بشرط ان الميت فرحان وسعيد معينه لبس اسود وانا كرائي بمر بمرحلة سيئة جدا ايا كان كارب يضيق في المعيش ايا كان وحس ان الميت كويس وبيرتدي للون الاسود هنا الرؤية دي تعتبر محمودة جدا 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 واحيانا رؤية الميت وبيرتدي شيء لونه اسود وانا مش فاهم هو ايه في الاحلام احنا بنشوف حاجات يعني مثلا في الحقيقة في جلباب في قميص في بدلة هو لابس حاجة انا اول مرة شوفها مثلا دي الرؤية هادى الرؤية جيدة جدا تدل على ان في البداية ان الميت سعيد في حياة في الاخرى بدلات انه لابس شيء مش مفهوم بس شكله مرتب وهذه الرؤية ايضا تدل على اه تراقي في الحياة بصفة عامة ربما يكون تراقي في عمل ربما يكون تراقي في اه تجارة اه منفعة قادمة اليه مكانة عالية الى اخر هذه الامور التي سوف تتحقق للرأي باذن الله تبارك وتعالى فهنا انا بذكر فيديوهات وبحاول اوضح بعض الناس بتفهم الكلام ده غلط تخيلوا يقول انت قلت في الفيديو اللي هو خاص بالميت يرتدي اسود قلت كذا وكذا وكان معنى سيء وجيت هنا قلت المعنى جيد لا وسيادتك انت لا مش فاهم اسمع الفيديو كويس وشوف التفصيل اللي انا بقوله لان قضية الاحلام بتختلف من شخص الى اخر ده على عسب الحال الاجتماعية اعزب ولا متزوج عزباء ولا متزوجة مطلقة حامل ارمالة واحيانا بتختلف على عسب حالة الرائي في شخص ما عندوش مشاكل وعيش تمام وشخص بيمر بقرب وهي الرؤية هنا هي الرؤية هنا ده بيقول له معنى على عسب حياته وده بيقول له معنى تاني على عسب حياته فالرؤية واحدة لكن المعنى بيختلف تظهرنا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة